بمناسبة كلامنا عن مواجهة الاهلي والمحلة خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد من ملعب التتشي طمننا على استعدادات النادي الاهلي لمواجهة غزة المحلة بكرة إن شاء الله ويمكن التمرين لسه بدأ من لحظات مساء خير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز أحمد وكل التحية طبعا لزميلتي اللي عايزة سارة وكي تحياتي طبعا لجمهور النادي الاهلي أهلا بك يعني طبعا أنا عارف أنه فيه ضغط شديد جدا في المباريات ويمكن هنتكلم على ده بالتفصيل في حلقة النهاردة بس نتطمن منك على استعدادات النادي الاهلي عنده يمكن أربع مواجهات في خلال تقريبا عشر تيام في منطقة الصعوبة هتبدأ بكرة إن شاء الله بغزة المحلة تطمننا على شكل وملامح تمرينة النهاردة كريم الحقيقة طبعا يعني ضغط غير مسبوك لفريق النادي الاهلي وجدل الدور الحقيقة ومأثر على لعبة النادي الاهلي بشكل كبير أنت عارف زميلي أحمد وزميلة سارة كل مباراة بيكون فيها لعيب بنفقده وده أمر أكيد مزعج بشكل كبير جدا للجهاز الفني بيتسو مسماني مع اللاعبين مع الجهاز الفني بيحاول أنه هو يعمل وفرة لكل لعيبة النادي الاهلي لكن الضغط كبير جدا وأكيد بنلتمس كل العزري للجهاز وللعيبة لأن أنت بتعمل ركافر يوم واحد أو بتدي راحة يوم واحد لكن النادي الاهلي بستعد المباراة الغد المحلة طبعا والأهلي على أستاد المحلة غدا في التساعة والنصف هي مباراة في الجولة 19 من بطولة الدور العام لكن بيتسو مسماني عقب التعادل الأخير 24 ساعة راحة ثم تدريب رئيسي النهاردة وتدريب وحيد ومنها سفر إلى المنصورة لما بيت ثم منها إن شاء الله للغد لتواجه الأستاد غزة المحلة فأكيد طبعا بيأثر بشكل كبير جدا بيحاول الرجل يصحح بعض الأخطاء يمكن تدريب النهاردة يكون فيه أمور عديدة جدا نتكلم فيها بيتسو مسماني في المحاضرة اللي امتدت لمدة أربعين دي الرجل بيحاول يتكلم على تصحيح الأخطاء التمركزات اللي كانت خاطئة بشكل كبير جدا نؤكد عليها مع اللاعبين بيحاول أن هو يتلاشي هذا الأمر أمور عديدة النهاردة بالنسبة للتاكتك وبالنسبة أيضا كمان لخلق الدوافع لكن الصعوبة اللي بتجدها زميلة أحمد زميلة السارة مع اللاعبين رغم الضغط ده أنت محتاجة جهاز فني تجدد الدوافع بشكل مستمر يبقى الرغم موجودة عند اللاعب اللاعب كمان تهيئة وبدنيا للمبرياض مع صفر هتروح المحلة وهترجع من المحلة ساعة ثلاثة أو أربعة الفجرة هتبدأ تستعد المباراة الاتحاد اللي بعدها أمر صعب جدا على اللاعب فأنت مثلهم طبعا كل العزر لكن ثقاتنا كبيرة في كل اللاعب وفي كل المجموعة المتواجدة أي حد يكون متواجد إن شاء الله في مباراة الغد غزل المحلة يمكن أنت عارف زميلة أحمد زميلة صارة على أرضها بتعرف تلعب المباراة الكبيرة زي مباراة للنادي الأهلي عنده توليفة مميزة لكابتن خالد عيد عنده عناصر بيقدر يشتغل بيها طبعا مع الكفاءة الكبيرة اللي لعبت النادي الأهلي لكن اللي بيقابل النادي الأهلي بيقابل البطل فبيطلع كل اللي عنده فصعوبة المباراة جاية من هذا الأمر وجاية كمان للمباراة على استاد المحلة لكن إن شاء الله بإذن الله بيتسو مسماني النهاردة في التدريب يكون فيه جولة تدريبية مش هنقدر نقول جولة قوية أو تدريب بقوي على قد ما نقدر نقول النهاردة يا رب يكون لعبتنا تلتزم بيها التعليمات الصحة على الأخطاء بشكل كبير لأن غداً هيكون فيه فرص عديدة إن شاء الله لعبت النادي الأهلي مع التركيز اللي هم فيه فيهدار الفرص أمر صعب وأمر اتكلم عليه أكتر من مر جهاز الفني لكن إن شاء الله زميلة أحمد زميلة صارة التوفيق يكون مع العبت النادي الأهلي في مباراة الغد أنا عايز بس أكد على أكتر من نقطة بالنسبة للإصابات مين يكون متواجد غداً في القائمة شوفنا النهاردة الحقيقة بدر بنون ممكن زود شوية قبل التدريب النهاردة يعني التدريب خلاص لحظاته يبدأ الجرعة التدريبية يكون كاملة بنأكد على جهازية بدر بنون إن شاء الله يكون متواجد في القائمة ومنها للتشكيل الأساسي نهاردة يمكن شايفينه بإذن الله هياخد جرعة تدريبية كاملة لكن الغياب مستمر بالنسبة طبعاً لأيمن أشرف وجونيور أجي يمكن هم دول طبعاً لعبين اللي بنتمنى إن شاء الله يعودوا من جديد لصفوف النادي الأهلي ومؤذرة لعبية النادي الأهلي لكن جهازية بدر بنون أمر مهم جداً لأن انت عارف فقدت سعد سميرة صارة أحمد طبعاً انت عارف فيارب إن شاء الله منبقاش نفقد أي لعيب خلال المرحلة قادمة وكون جرعة تدريبية قوية الفريق النادي الأهلي الفترة اللي جاية أنا كنت بتكلم إن إحنا عندنا أكتر من مباراة هل مستر موسيماني بيفكر إحنا بعد مطش المحلة مفترض أن هنسافر اسكندرين لعب الاتحاد نرجع لعب الزمالك وبعد كده نرجع تاني نفتح ملف دوري الأبطال هل في تخطيط مستر موسيماني أو في كلامه إنه يبقى فيه إراحة البعض اللعيبة اللي كانت ظهرة بشكل مستمر الفترة الأخيرة ممكن يدي شوية وجوه جديدة يعني المرحلة اللي جاية عموما شكلها ممكن يكون إزاي كريم نقطة مهمة جدا طبعا زميلي أحمد وده الحديث أكيد اللي لابد يكون فيه حديث كامل مع لعيبة النادي الأهلي مرحلة مضغوطة بشكل كبير الرجل يمكن بيحاول أنه يدفع بعدد من اللاعبين ما بتشاركش بشكل مستمر ده أمر ممكن مجبر عليه بيتسو موسيماني آه بنقدر نشوف طبعا أنت عارف الإنسجام أمر مهم جدا بابنشوف أفشل حقيقة بيظهر بشكل طيب جدا محمد شريف مروان صلاح كل لعيبة ما بتنزل تشارك بيكون لها تأثير ودور مع لعيبة النادي الأهلي لكن موسيماني مضطر غزبا عنه طبعا الفترة اللي جاية لازم يدي جرعات بسيطة في مباراة المحلة منها سفر على طول مباشرة إلى الاتحاد والمباراة الأهم طبعا الأخوة هي مباراة يوم عشر طبعا المباراة الزمالك يوم ثم تدريب يوم ثم تدريب فمجبر أكيد موسيماني أنه هو يكون فيه تدوير بشكل كامل مع اللعبين وده اللي إن شاء الله بإذن الله بنتمنى أن اللعيبة كمان تكون جاهزة الفترة اللي جاية اللعيب اللي هياخد دور في أي مباراة يحافظ على نفسه بشكل كبير التسعين ديئة تعدي بدون أي إصابات التأكيد مطلوب على الأهداف والتلات نقاط أكيد لكن سلامة اللعيب أهم لأن المرحلة مهمة جدا والتحدي الأكبر يا زميل أحمد زميلة السورة هي البطولة الأفريقية ضغط كبير لكن إن شاء الله بإذن الله لعيبة النادي الأهلي تحافظ على نفسها في الفترة القادمة بإذن الله ومنها إن شاء الله تدريجين ربنا يبعد إلى صباحة على العبيد وأستمر النادي الأهلي في إسعاد جمهور النادي لاتفقد أن أطمن منك لو عندك معلومات أطمن منك لأول على أكرم لأن أكرم بزل مجود يعني خارق في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة أطمن منك على الحالة البدنية هل بيعني من أي شيء هل ممكن يكون مش موجود على أهلي بكرة وعايز أعرف منك نفس الأمر بالنسبة لولتر بواليا وأخبار علي معلول طبعا هكتب معك بعلي معلول يعني علي معلول ووصل لمرحلة النهائية في التأهيل يعني تعرف التأني مهم جدا زميلي أحمد زميلتي صار فيه أدفع بعلي معلول لأن تعرف نزل جات له الإصابة اتكرر الأمر معاه فلمكن فيه تأني كبير جدا على علي معلول لأن المرحلة اللي جاية أهم وأصعب وأقوى احنا خلاص داخلين في المرحلة اللي نقدر نقول محتاجين كل اللعيبة واللعيبين الخبرة بخبرة علي معلول بشكل كبير فخلاص ناعد نقول علي في المرحلة الأخيرة يعني بنسأل على طول طبيب النادي الآلي أحمد أبو عبلا بيقول يعني هانت خلاص مش عايزين ندي أرقام أو ندي أسابيع أو عدد من الأيام لأنه ممكن يكون في أقل من كده كمال لأن علي معلول حقيقة عنده رغبة كبيرة جدا وشغال على نفسه الحقيقة في التأهيل بشكل مميز فان شاء الله بإذن الله يعود سريعا ولتر بوليا ما نقدرش نقول أنه عنده أي إيجادة أو أي إصابة غير أنه يمكن رؤية فنية اللي استعانى به من عدم وفيقى القائمة أو فيقى المباراة ترجع طبعا لبيتسو المسلماني المدير الفني لفريق النادي الآلي اللعيبة يمكن الحمد لله الفترة لفاتت أي حد بيكون مشارك أحمد تعرف طبعا بيكون عارف قيمة النادي الآلي وشخصية النادي الآلي فالغيابات الحمد لله بيبقى آه لها تأثير بسيط لكن اللعيبة اللي بتنزل بتأدي بشكل مماس جدا يمكن سألت على أبواليا وسألت على مين تاني أجايع على المعتقل وسألت على مين تاني ناس لا سألت على أكرم أكرم توفيق عايز تطمن عليه جاهز لمطش بكرة أكرم أكرم يمكن الأكرم توفيق الحقيقة طبعا مجهوده كان كبير جدا وشوفناه وإصراره ويمكن الحقيقة المباراة الأخيرة واضح الروح وواضح الإصرار في كل حتة بنشوف أكرم مش هنقدر نقول إصابة إنها حالة الإجهاد الكبيرة الحملة كبير جدا على اللعبين الركافري ميبقاش موجود بكل قوة عشان تقدر ترجع اللعيب بكامل قوته تاني فأكرم يمكن نور حالة إجهاد بسيطة مع اللعبين بالكامل لكن هيكون إن شاء الله متواجد مع لعبة النادي الألي في التدريب ومنها فيها القائمة ومش بعيد يكون كمان الاستعانة به في التشكيل الأساسي بدوره الكبير وأداءه المميز واحد من اللعيبة المميزين جدا خلال المرحلة الماضية ونتمنى إن شاء الله الفترة القادمة يكون أكرم على هذا المستوى المميز اللي استفادة فيه بشكل كبير جدا مع النادي الألي إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد